بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرجل فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه حربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحظوا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه منتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصر الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا اشتركوا في القناة